أكد مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن يونس محمد سليمان حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية على استمرار حملة الرقابة وضبط أسعار المواد الغذائية في كافة المحالة التجارية بالمديرية وأشار مدير عام البريقة إلى أن الحملة تأتي بناء على توجيهات محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية وأدعى مدير عام المديرية أصحاب المحالة التجارية إلى ضرورة الالتزام والتغييد بالنشرات الصارية لكافة المواد الغذائية الصادرة أو من قبل وزارة الصناعة والتجارة مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار فيما أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية أن الحملة تأتي للتأكد من مدى التزام التجار بأسعار المواد الغذائية وإشهار قائمة الأسعار الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة في واجهة المحل بصورة واضحة أمام المستهلك داعيا المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ الفوري عن المخالفين والمتلاعبين بالأسعار